اشتا نعمة تسقي بلادنا وتعود بالنفع اللي نعو على ولادنا الصيقة فيها ماشي سهلة بالأخص في البداية ديالها حيث بسبب الزيوت اللي كتجمع طريقة كتولي كتزلق الحضار واجيب لازم نخفضه السرعة لأنه كل ما كانت كبيرة كل ما المسافة ديال التوقوف كتزد خاصنا نتأكدو من الحالة ديال الروايد ونحضيو من القليصات هذه المرة خرجت جرى سلمة ولكن ماشي ديما كتخرج جرى سلمة فوق تشتا نزيد ونردو البل مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الجولة الصحفية نقدمها لكم من قناة شوف تيفي نبدأ جولتنا من يومية الصباح حيث تعنوا جريمة قتل من أجل جوانا حيث تحول خلاف بين صديقين بالويضاء أول أمس الثلاثة حول تدخين لفافة حشيشة إلى جريمة قتل بعد أن طعن أحدهم الآخر في القلب وحسب مصادر الصباح فإن الجريمة التي وقعت بمنطقة العنق أثارت استغراب السكان الحية بحكم أن المنتهم والضحية لدين يبلغان من العمر على الثوالي 58 سنة و40 سنة اختلافا حول قطعة حشيش مشددة على أن مصرح الأمن بالمنطقة استنفرت عناصرها لإقاف المتهم وإلى يومية المساء تفاصيل مثيرة عن رواتب مغاربة الداعش إذ يصل راتب مغاربة تنظيم داعش إلى ما يقارب 1200 دولار شهريا بالإضافة إلى منازل مستأجرة فرديا في حال كان المقاتل متزوجا أو يرغب في التزويج من فتيات سوريا حسب شروط الشريعة الإسلامية كما جاء في تقرير يكشف رواتب المقاتلين الأجانب في التنظيم وإلى أخبار اليوم إجراءات أمنية مشددة تواكب زيارة الملك لدار البيضاء ابتداء من يوم أمس حيث كان منتظرا أن يؤدي محمد السادس صلاة المغرب بمسجد الحسن الثاني وأن يترى الصحة فلندينيا بمناسبة عيد المولد النبوي وأفذت مصادر أمنية بأن اجتماعات موسعة شهدتها ولاية صدار البيضاء من أجل الاتفاق على خطة محكمة تركز بالأساس على تكتيف الحاملة الأمنية في كل مقاطعات على حدة موسيقى ونختم من أسبوعية المشاعة التي تطرقت لملف المقدمين والشيوخ حيث سمتهم بعلبة الأسرار الخطيرة وعيون الدولة التي لا تنامى كما يكشف هذا الملف مجموعة من قصص المقدمين والشيوخ استسقطها الأسبوعية من مصادرها موسيقى جولتنا الصحفية انتهت شكراً للحسن المتابعة وإلى اللقاء موسيقى